لما فتح الختم السادس إذا زلزلة عظيمة حدثت إيه معنى كلمة زلزلة؟ الزلزال بيهد جميع الأمور الزلزال مش بيجعل حاجة على حالها يعني الزلزال يعني معناها اضطرابات اضطرابات في العالم اضطرابات سياسية والاضطرابات اقتصادية والاضطرابات اجتماعية والعالم بيغلي وديكم شايفين دلوقتي في كل الأمور اللي بتحصل واللي بيحصل فيه مبتداء الأوجاع بس هتحصل حاجة في الزلزالة دي في بداية الضيقاء العظيمة ايه هي الشمس صارت سوداء كمسحن ما هي الشمس؟ الشمس اللي هو المسيح مسيح شمس البر وايه صارت سوداء كمسحن؟ يعني الناس مش شايفاه الخطيئة عامتهم على ان يشوفوا الشمس وده الكلام اللي قاله المسيح يسوع هلعله عندما يأتي ابن الإنسان ثانية هل سيجد الإيمان على الأرض؟ يا ترى المهاجف مجيء التاني هلقى الإيمان على الأرض وبولس الرسول يقول لا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسانا القطر عشان كده هيتضعض على الإيمان والأجل كثرة الإسم تبرد محبة الكسرين ودين شايفين دلوقتي العالم بيتجه إلى العلمانية وإلى الإلحاد لدرجة إنه بيعتبروا إن الإيمان ده نوع من التخلف الإيمان نوع من التخلف وبيتصوروا إن الحرية إن الإنسان يتحرر من أي دين أيا كان أدي معنى كلمة إن الشمس صارت سوداء كمسح من شعر إيه هو المسح اللي من شعر المسح اللي هو يلبس المسوح قطعة قماش من الشعر الأسود أول ما نخترع القماش الأسود هو قدار ابن اسماعيد كان عنده معيس كتيرا لما قص الشعر بتاعها شعر إسود ناعم مرضيش يرميه قال طب ويجرأ إيه ابتدى يغزلوا وغزلوا ونسجوا وعمل منه خيمة سوداء فنسبت الخيمة لقدار عشان كده داود يقولك إيه ويلوا لي فإن غربتي قطالت علي وسكنت في مساكن قدار اللون الأسود بينتص الحرارة والمساكن اللي هو لما تقعد في مكان في خيمة حررتها زي النار لأن إحنا سكنيد في جسد الخطية إحنا سكنيد في جسد الخطية فلما يجي يقولك إن الشمس صارت سوداء كمسح من شعر يعني كأصبح القبول للمسيح مش مستحب مش مستحب لأن العالم ابتدى ينشغل بأمور عالمية كثيرة وترك الإيمان وخلاص نفسه ومدام المسيح اللي هو يرمز إليه بالشمس البر يبقى الأمر اللي هي الكنيسة والمسيحية كانت صارت كالدم لأن عروس يقولك إيه جميلة كالقمر وطاهرة كالشمس حررت الشمس بتطهرها ولما تطهرها تبتدي تصبح جميلة لما المسيح يختفي كأساس حتى للكنيسة كقيادة للكنيسة تقادل المسيحية بالروح القدس وليس بالحكمة والفكر البشري فتصير كالدم يعني كالدم يعني مخنوقة لما تخنق واحد وش يبقى زي الدم مختنقة لما نرجع للكنيس نلاقي أن المسيح كان في وسط المناير السبعة لكن لما نروح للكنيسة الأخيرة لأودوكيا الشعب المرتد نجده أني خارج على الباب أنا واقف على الباب أقرع ما أنت كنت وسطاني طلعوني وحطوا زواتهم وسطاني ترجمة نانسي قنقر